تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السار الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 494 قضية أمونية بمضبطات بلغت أكثر من 122 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط أكثر من 67 طن في مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة فضلا عن ضبط قرابة 55 طن في مجال عدم الإعلان على الأسعار بقصد البيع بأزيد من السلع الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية وضبط 712 قضية من بينها 54 قضية خبز نقص الوزن و73 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وذلك في مجال قضايا المخابز